من حاوله تتساعده عن طريق تعليمه للقراءة حاول يصعدنا من مستوى الثقافي شواب الفرق بينه وبين هيتسكليف هيتسكليف مقايا من غلق وما تقبل اي نصيحة وما تقبل اي مساعدة من احد وهذا الفرق بينه وبين هارتون the final theme اخر theme ادنا هو الحب love we have different kinds of love ادنا البليتونيك لاف ادنا الفيزيكول لاف ادنا سبيرتشول لاف الفيزيكول ان البليتونيك لاف بيها هم انواع النوع الاول اللي هو التراجيك لاف tragic love من اسم مبين انه ينتهي بمصيبة ينتهي بمصيبة يعني ما ينتهي بسعادة اوكي tragic love is يعني العلاقة هي رئيسية اللي ادنا بالرواية بين هيتسكليف اند كاثرين و الكريتك الصنفة والحب مالتهم تراجيدي بسبب النهاية ماته النهاية ماته تكون عن طريق الموت يعني كاثرين ماتت وهيسكليف حزن بعد موتها قبل ما يصير بيناتهم يعني صلح اوكي اوكي mainly the love between كاثرين and heathcliff is the main love in the novel in the plot it is built from their childhood to maturity and they share a connection that cannot be destroyed الحب اللي بناتهم من صغرهم الى ان كبروا يعني اوش يتربوا سوية اوش يتربوا سوية اوكل الاكتيفتيز مالتهم كانت بصير يعني سوية سووها وبعدين من كبروا they fail for each other واحد حب الثاني ادهم وعدهم connection من من صغرهم يعني no one can destroy it ما حت يقدر يخرب however الحب ما خرب بس الظروف اللي دار ما دارهم منعتهم إنه يكملون هاي العلاقة Catherine says I am Heathcliff she says I am Heathcliff آني Heathcliff هو جزء من عندي هو he's a part of me he is my heart so this reflects the love of Catherine for Heathcliff الحب اللي تشعر بي Catherine من ناحية Heathcliff the love relationship of Heathcliff and Catherine is not a simple one الحب بين أتهم هو شيء غير بسيط they grow up together through the moors wildly Catherine declares that they are halves of the same person إنهم هي نصف وهو نصف من نفس الشخص okay and Heathcliff describes her as his soul وهيثcliff يعتبر Catherine هي روحة okay so their love is very passionate كلش كلش عميق deep their passion is tragic الحب والشغل بيناتهم tragedy and yet eternal eternal معناتها limit يعني unlimited infinitive غير منتهي it is complicated and influenced by social status and the past واللي أثر على هذا الحب اللي الظروف اللي دار مدارهم من society and everything else Catherine's vanity and Heathcliff's cruelty destroy a future for their relationship صفاتهم السلبية هي اللي أثرت على المستقبل العلاقة بيناتهم وبال بالنهاية يعني هما they are reunited in this okay بيناتهم يموتون من دون يتصالحون بس بالفلم أو بالرواية يتبين أنه هما التقوا ما بعد الموت عن طريق supernatural elements من الراوي يقول أنه الروح مالتهم they roam through the moors the second type of love الحب نوعية الحب الثاني اللي هي نسميه healthy love الحب الصحي يعني it's romantic it's healthy it's built on you know supporting each other and talking to each other Harriton and Catherine Harriton اللي هو بن هندلي وكاثرين كاثي اللي هي بد كاثرين يعني هما ولد ولد عم تقريبا يعني نسميهم يعني تقبلوا الوضع مالتهم واحد تعود على الثاني واحد تعلم من الثاني كاثي طبيعتها الكاثي البنية الصغيرة طبيعتها عدها patience عدها صبر so هي صبرت ويا هاذا الشخص علمته علمته الكتاب مثل ما قلت وهو هم علمها التواصل وال وال kindness ok they trust each other and help each other grow resulting with their marriage الفرق بين healthy love والتراجيك love انو هاذا ينتهي بالزواج وذاك ينتهي بالموت سو من اسألكم اجيب لكم سؤال شنو انواع الحب بهاي الرواية تقولوا لي اكو healthy واكو تراجيك هذا ينتهي بالموت هذا ينتهي بالزواج وذكروا لي المثال هذا healthy من نوع يعتمد على acceptance يعتمد على growth وطنطوني وطنطوني مثال عن الشخصيتين between Harriton العلاقة between the relationship between Harriton and Kathy توصفوا لي شون هي based on growth وبعدين تذكروا لي sorry تذكروا لي انو الحب بين Catherine and Heathcliff is tragic وشنو السبب ليش الحب مالتهم ترجيدي وانتهي بالموت بسبب Catherine's vanity and Heathcliff's cruelty وانو ماكو كلام بين اتهم ماكو تقبل بين اتهم okay so these are the themes of the novel in general باني كاتبة الشرح بالملزمة بصورة مفصلة okay this will be maybe our final lesson for this novel رح نبدي بالرواية الفصل الثاني بس بالنسبة للظروف اللي دا نمر بها رح احاول اقلص من الرواية الثانية يعني حشرح بس الاسوالف المهمة بها من دون quotations وكذا and i hope اتمنى هاي الفترة تعدي على خير okay as for the final notes اذا تحبون تشوفون الفيلم حتى تفتهموا اكثر فهاي الادابتاشنز اللي نقدر نعتمد عليها حتى اي واحد تريدون تشوفوا من هذا شوفوا okay any one of them اعتقد هذا الفين وداعش هذا اثنين وتسعين وهذا ماني نعت i think so thanks you thank you everyone for joining and وداعش